اجمل ماسك ممكن تستخدمي في حياتك هيخلي بشرتك فلتر طبيعي هيوحد اللون وهيشيل الرؤوس السودة وكمان هيوحد اللون وهيفتح البشرة جدا وهيخلي البشرة صافية وفيها نظرة حلوة جدا 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 هتعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا سابسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد وصليت مني اول باول صلي عنابي في الكومنتات واللي بتتبعني منين اول حاجة هستخدمها معايا وهو الشاي الاخضر الشاي الاخضر من الحاجات الحلوة اوي اللي بتشيل البقع والتسبغات وكمان الهالات السودة واي غماءن في البشرة ده كمان بيحتوي على مضاد للاكسادة وكمان من الحاجات الحلوة اوي 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 في توحيد اللون خدت معلقة واحدة كده من الشاي الاخضر زي ما احنا شايفين وهبدأ اضيف عليها حوالي ربع كباية من المياه السخنة اهم حاجة انها تكون سخنة علشان انا عايزة الشاي يبدأ يدبل معايا ويدوب وينزل الفوايد بتاعته في المياه هبدأ بقى اركن الخلطة دي كده على جنب الحادة بما الشاي يبدأ كده يدبل معايا وينزل اللون بتاعه وهبدأ اعمل معايا الاسكراب او المؤشر اللطيف اللي هيبقى بيقشر كل الجلد الميت ويشيل اي حبوب في البشرة وكمان بيوحد اللون وبينظف البشرة جدا جدا وكمان بينظف المسامات الوسعة هبدأ احط كده معلقة من دقيق الرز او الارز المطحون ده بجيبهم العطار او بطحن الرز بتاع البيت العادي بتاعنا اللي هو بنكله اطحنه كويس وانخله وابدأ ان انا استخدمه ده فوايده طحفة في التفتيح والتبييد والتوحيد والاسكراب الخفيف وكمان بيوحد اللون وكمان بيشيل كل الجلد الميت اضيف كمان عليها معلقتين صغيرين جدا من السكر الابيض المطحون اللي هو الناعم الحبيباته او الخرص بتاعه بيبقى ناعم جدا ده بيبقى خفيفة على الوش ببدأ ان انا اعمل بيسكراب بحلوة اول البشرة بيخلي البشرة نعمة زي بشرة البيبيهات بالضبط هقلب الرز مع السكر كويس قوي علشان الحبيبات تبدأ كده تتوزع مع بعضها وهضيف معايا نص معلقة صغيرة جدا من زيت الزتون وما نقطرش زيت زتون علشان ما يدهننش البشرة خصوصا كمان للناس اللي بشرتها دهنية بس في نفس الوقت انا عايزة قدي ترتيب عميق للبشرة بتاعتي ما يبقاش فيها جفاف فهنا هحط نص معلقة من زيت الزتون ممكن استبدل زيت الزتون بزيت لبان الدكر لو انت عندك تجعيد ممكن استبدله بزيت اللوز الحلو ده بيدي للبشرة نضارة وكمان بيشد البشرة جدا وبيخلي البشرة صافية ممكن استبدله بزيت جوز الهند لو انت حابة ان الوصة بتاعتيك بقى فيها ريحة وترتيب عميق انا هنا حطيت ربع معلقة من زيت الزتون وهبدأ اقلبهم كويس لحد اما خلي الخلطة تتشرب من زيت الزتون وهبدأ اضيف عليها نص معلقة صغيرة من الزبادي او اليغرد ده بيدي ترتيب عميق جدا وكمان بينضف المثامات وكمان احلى حاجة فيه انه بيدي للبشرة نعومة وترتيب حلو قوي هبدأ ان انا اقلبهم كويس لحد اما يبقى معايا كده كريمة تقيلة شوية وهبدأ اجيب معايا نص لامونة اللامون من الحاجات اللي بيبدأ يشيل التسببات والبقع وكمان بيحتوي على فيتامين سي بيخلي البشرة موحدة وكمان بيخلي البشرة صافية جدا فهاصر كده حوالي عشر نقط لو انت بشرتك حسسة لو انت بشرتك بتستحمل اللامون حطي نص لامونة كاملة مفيش مشكلة هبدأ ان انا اضيف معايا الخلطة بتاعتي اللي هو الشاي الاخدر بصو انا هنا عايز اوريك اللوم بتاعه بقى اعمل ازاي نزل كل الفوائد بتاعته بالشكل ده شايفين انا هنا بقى الحبيبات بتاعته زي ما انا بوريكي كده ان هي تقيلة شوية او خشنة شوية فانا هنا عايز اصفيها اه تماما علشان خاطر ما يبقاش الوصفة بتاعت فيها اي شوائب كل اللي انا هعمله هجيب معايا مصفة واي شاشة زويرة عشان ابدأ ان انا اصفي او افلتر الخلطة فهنا انا صفيت الشاي بتاعي بصو الحبيبات تخينة وفي رفيع فكل ده انا مش عايزة شوائب في البشرة بتاعتي خالص هبدأ بقى اصفيها كويس وهبدأ ان انا اوريكي بصو المية صفية تماما ما فيهاش اي حاجة هاخد كده مع لقصه غيره الاول على الاسكراب بتاعي وباقية الشاي هستخدمه في المسك اللي انا هعمله دلوقتي معاكم هركنه على جنب وهبدأ ان انا اعمل الاسكراب بتاعي تمام كده انا هنا الاسكراب بتاعي ابتدى يعتبر جاهز معايا بصو ناعم جدا جدا في نفس الوقت تقيل مش خفيف زي المية هو ده فكرة الاسكراب او القوان بتاع الاسكراب او المؤشر عشان لما اجي احطه على البشرة يبدأ كده يبقى متماسك على البشرة في نفس الوقت ناعم ان انا اقدر افرده ان انا اقدر اعمل كل الاسكراب بتاعي بصو القوان بتاعها كريمة في نفس الوقت ولا تقيلة اوي ولا خفيفة اوي ده القوان بتاعها المطلوب والمناسب انا هجربه بردك معاكو على ايدي علشان تشوفوا القوان بتاعها بصوا ولا تقيل ولا خفيف بصوا شكله عامل ازاي هبدأ ان انا اعمل حركات دائرية لمدة عشر دقايق علشان اجر الدورة الدموية وكمان ابدأ اخلي السكراب بتاعي ينضف البشرة كويس جدا ويشيل كل الجلد الميت ويشيل القشر اللي بيبقى في البشرة خصوصا الجفاف بقى اللي بيبقى في الشتاء وبصراحة حلو جدا تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية والوصفة التانية دي المسك اللي احنا هنفرضه على البشرة ويدينا نتيجة حلوة اوي كل اللي انا هعمله هجيب الشاي بتاعي هم حوالي ربع كوباية زي ما احنا شايفين وهبدأ اضيف عليها معلقة من النشا اضيف كده هنا معلقة كبيرة من النشا النشا من الحاجات الحلوة اوي اللي بتدي نعومة وكمان بتدي طبيعت حلوة اوي وسريع ويفتح البشرة جدا بيشيل اي بقعة كمان بينظف المسامات بيقلل المسامات كمان من الحاجات الحلوة اوي الخفيفة على البشرة فانا حطيت كده حوالي معلقة من النشا كبيرة وقلبتهم كويس اهم حاجة هنا ان انا ادوب الخلطة كويس اللي انا هحطها علشان دي بودر بحطه على ميا حاجات سيلة يعني فهنا هبدأ ان انا اضيف نصف اللمونة او عصرة من اللمون طبعا كل واحدة على حسب بشرة حاسسة ولا لأ وهبدأ اضيف عليها معلقة كبيرة برضو من الدقيق الدقيق من الحاجات الحلوة اللي بتشيل الشعر الوبري بينظف البشرة جدا كمان بيخل البشرة صفية ولو عندنا اي اثر حبوب بيشيلها تماما مع الاستمرارية الدقيق حلوة اوي اوي على فكرة من الحاجات الحلوة اوي اللي ممكن تستخدمها للبشرة في حاجات كتير جدا وكمان من احلى الحاجات ان كمان بتشيل الجلد الميت الرقص البيضة الرقص السودة اي شوائب في البشرة بجد الدقيق من الحاجات الجميلة جدا للبشرة هقلب بقى لحده ما يتدمجه كويس اوي او ينعم خلص معايا دقيق بالشكل اللي انتو شايفينه ده اللي هو تنعميها تماما اهم حاجة ان انت تنعمي الخلطة دي تماما تماما بشكل يكون ناعم كده اللي هو تفرديه على بشتك تلاقيها نعمة جدا فين انا هقلب فيها كده حوالي نص دقيقة كويس جدا مجامد لحده ما تبقى نعمة زي ما انتو شايفين كده اللي هي كريمة نعمة على خفيف اوي شايفين هفضل بقى قلب فيها كده لحده ما يوصل معي القوام ده وهبدأ اضيف عليها معلقة من الرز اللي هو اه تمطحون او دقيق الرز اه هنا ده دقيق زي ما قلت لكم الرز احنا بنجيبه منه العطار جاهز لو انتو مش عارفون انتو وصلوله هتجاهز من العطار وريح نفسكم لو انت بتتحني في البيت او عنتك مطحنة تحني حبة كده مفيد جدا للبشرة زي ما قلت لكم بيشيل كل الجلد الميت والشعر الوبري وكمان بينضف البشرة جدا من اي رقص بيدر استودة بيفتح البشرة جدا لانه بيحتوي على نشرة طبيعي مية في المية هنا هقلبهم كويس جدا لحد ما وصل لقوام كريمي تقيل حبة زي ما انتو شايفين كده بصوا طحفة حاجة كده والله العظيم امر تمام بصوا القوام بتاعها اللي هو قوامها ولا تقيل اوي ولا خفيف اوي احطها على بشرة نظيفة واعمل مساج كده لمدة خمس دقايق تمام كده وهبدأ ان انا اسبها على البشرة لحد ما تجف تماما وبعد كده بفرقها الفرقيها خالص تمام هنا في الخطوة دي مهمة برضو لو انت مش حابة تعملي لو انت بشرتك مش حساسة خدي نص لامونة وادعكي دا لو بشرتك مش حساسة لو حساسة هنعمل بقدنا في الاول زي ما احنا عملنا وبلاش اللامون دا اللامون زي ما قلتلكم ما يغاني بالفيتامين سي بيفتح البشرة جدا وبيوحد اللون وبيخل البشرة فيها نظرة حلو اوي دا شكل الماسك ويارب يكون عجبكم سبيعونه ساعة على البشرة وبعد كده اخصيليها باي اشتركوا في القناة